واحد بيتحاول التنين ضخمة جدا وبيحاول قتر أمير الجنيات وحبيبته بتقوم بينهم معركة شارسة ما كانوش عارفين يتغلبوا عليه لأنه بيمتلك طاقة أكبر منهم بكتير وبيبدأ في امتصاص قواهم الروحية وكان هيئت له بس بيظهر اتنين من أصدقائهم بيساعدوهم بيعملوا تشكيلة سحرية فوق التنين وبيقضوا عليه مرة واحدة تعالوا نشوف مع بعض ايه الحكاية وسبب صراعهم مع التنين القوي ده بتبدأ الأحداث بجوه وون طفل عنده قوة سحرية بيكون من عالم الجنيات كان قاعد على جسر من العوالم بيغني هو وشيو يان لما بتجي جنية اسمها يين ساعة الاتنين بيتفجؤ بظهرها وشيو يان بيسألها إيه اللي رجحها من عالم البشر إنها من 18 سنة تجسدك كأميرة في عالم البشر علشان تجرب حياته فإن رجحها بالسرعة دي يين بتقول الشيو يان إن أخوها الأمير حاول يقتلها يين كان بيين عليها الحزن لأنها كل ما تجرب تعيش حياتها تنتهي بمأساة كان نفسها أن الدائرة اللي بتلف فيها تنتهي أصلا حياتها انتهت عشرين مرة أبل كده وكانت بترجع تاني تعيش حياة غيرها على أمل إنها تلاقي الأمان والسعادة وقتى هما بيتكلموا بتشوف المراية السحرية يوان تشي أمير من الجنيات كان بيين عليه الحزن الشديد وقف عالم البشر ولما بتسألهم عنه جو وون بيقولها بسبب حزنه إنه بيدور على الجنية اللي كان بيحبها الفكرة مش في إنها تايها لا ده هو اللي قتالها أصلا وكان بيدور على جوها الروحة أو تكسيد تاني لها في عالم البشر واللي خلها يقتلها إنها من ألف سنة وقت معركة بينهم أنه كان بيحبها بس علشان هي أخذت صف الشيطان التعلب ملك الشياطين وده كان وقت الحرب بين الجنيات والشياطين وتسببت في ضمار جبل الجنيات السحري ساعة هايين بتسألهم عن اسم الجنية اللي كان يوان تشي بيحبها فشويان بيقولها هايين إيه بتفتكر إنه بينادي عليها ما كانتش عارفة إنه هي نفسها الجنية اللي كان يوان تشي بيحبها في اللحظة دي يوان تشي بيظهر أو المشي يوان بيحس بيه جاي بيرميين من على الجسر وبرجع عالم البشر تاني علشان يوان تشي ما يشوفهاش بس للأسف يوان تشي لما بيسأله علشان يتأكد إذا كانت هيئين حبيبته شويان بيقوله نديدة هيئات علشان نفسه إليها مش أكتر ونسي في الروح اللي كانت تلبيين قوي جدا وحدش ممكن ينجو من ضربته مهما كان القوى الروحية المهم إنه بنرجع للماضي من ألف سنة علشان نعرف إيه الحكاية من البداية وحقيقة اللي حصل أصلا في عالم الجنيات وبالتحديد على جبل ديزي في جزيرة ووتونج كانت فينجيوان ملكة الجنيات طائرة في هيئة طائر الكرك السحري وبتروح عند الشجرة الأسطورية كان فيها لم نتطقى جواها جوها الروح العنقاء واللي كانت على وشك إنها تخرج أخيرا لإنبالها ميت سنة بالحالة دي وسنتص قوها من العالم وإن الأواني النات تولد من جديد ساعتها فينجيوان بتبع الدعوة للمعلم دونجوهو قاية جبل ديزي علشان يحضر احتفال ميلاد العنقاء دونجوهو كان مستغرب اللي بيحصل لأنه أمرها ما حصلت إن عنقاء نارية تتولد قبل موت العنقاء الملكية بيفهم أن فينجيوان اللي ادخلت علشان تنقل منصبها للعنقاء الجديدة متعشية حياة هادية بعيدة عن عالم الجنيات في الفترة دي كان يواني تشي مستهتر ومشفالي عنده قوائي الروحية اللي كان بيضياحها في شرب المشروبات السحرية بس المعلم دونجوهو بيبعاته هو والمعلم بتاعه تلميس جديدة علشان يحضر احتفالية ميلاد العنقاء تنسانة أمه كانت قفلت بوابة عالم الجنيات وفقدت كل قواة السحرية وبتعمل التشكيلة السحرية لبيخلي وانت شي قوته تتختم مع أنه كان بيملك قوة ملهازة أي محدش كان يعرف أنه يبقى يبني مالك الجنيات غير المعلم دونجوهو اللي أخذ وربه وضربه السنين دي كلها عشان يخلي قواة السحرية تنشب بيبعاته الاحتفالية علشان قوة العنقاء تنتقل له وتكسر الختم اللي على عقله ويعرف يستخدم قوة السحرية دي كانت الخطة في الوقت اللي كانوا رايحين بقى الاحتفال كانوا طائرين بحصان سحري بس واحد من أصحاب يوان تشيل اللي بيغيروا منه بيسحر الحصان وبيخليه صور وهم كانوا يعمل على العربية بساعتها كان فينجيوان بتستقبل الضيوف ولما بتوصل هونجرو روح التعلم ملكة الشياطين ومعها ابنها هونجي من أول ما هونجرو بتوصل وتوتر بيزيد في القاعة خصوصا لما بتتفق مع فينجيوان على زواج فينجيين العنقاء اللي جايين يحتفلوا بيها النهاردة من ابنها الأمير هونجي الكل بيستغرب الزهر جنيات والشياطين هتجاوزوا وما حدش كان موافق حتى هونجيين نفسه ما كانش موافق بيسيبهم وبيمشي بس في اللحظة دي بيشوف حصان يوان تشيل خارج عن السيطرة وبيوعهم للعربية هم التلاتة ساعتها هونجيين بينقذهم بقوة السحرية وبيتاريق عليهم لان لسه من دقيقة واحدة كانت أمه بتحاول تقنى فيه ان يستنى هنا في الجبل علشان يتعلم منهم مهارات جديدة ويبقى أقوى في الوقت دا كانت فينجيين متنكرة في هي الطائرة عنقاء صغيرة وبتلاقي بكل اللي بيحصل في القاع ومن الضيوف علشان تعرف كل حاجة ساعتها لملكة بتاخد بالها وبتخرج وراها وبتخليها تظهر في هيئتها البشرية تعرف من فينجيين انها عاوزة تسافر للعالم كله وتعيش مغامرات كتير علشان تعرف قيمة الحياة وبعدها تبقى ترجع تتولى العرش في الوقت دا في عالم الظلام تحديدا في مكان اسمه سجن الأعزاء بنشوف زهرة سحرية عم لقمة متواهجة بتخرج منها تشينج لين ملكة عالم الظلام وتواصل مع تلميزها تشو يينج الشيطان وبتأمره ان يستغل فرصة الاحتفال ويدخل عالم الجنيات لين كان بينها وبين فينجي وان ومعلمين عالم الجنيات عدوة أديمة لأنهم هم اللي حبسوها بتشكيلة سحرية في السجن دا بتأمر تشو يونج ان يسرعيش من طائر العنقاء ويقتلها وفي الوقت اللي كان لينج فينجي بيتكلم مع زبيلته على يوان تشي وانه ضعيف ومعندوش قوة حقيقية ساعة يوان تشي بيسمعه بالصدفة فبيهجم عليه وبضربه وفنجيين كانت وقفة مستخبية وبترأيب اللي بيحصل وقاته لين فينجي كان قاوة من يوان تشي وبضربه بيوقع على الأرض ويوان تشي بيتجرح في ايده ساعة هالين فينجي بتحكم فيه بقواء الروحية وكان هيمسح زاكرته علشان محدش يعرف بالله حصل وفي آخر لحظة بقى فينجيين بتدخل وبتسيطر على لينجي وبتخليه يضرب نفسه وبتوقع على الأرض ما كانش عارف يقوم من قواها الروحية اللي مسبتها ما كانش حد شايفها والعارف انها الأميرة العنقاء كل اللي كان ظاهر ديل فستانها الأحمر بس وقتها كانت الأميرة الطاووس هوتشو معديها وبتشوف يينو اللي بتعمله فبتتجاهلهم وبتمشي بس بعدما يين بتختفي يواني تشي بيشوف هوتشو وبفتكرها هي اللي أنقذته من لينج لأنها كانت لابسة فستان أحمر زي اللي كان يين لابسه ساعتها هوتشو بتستغل الموقف ومش بتنكر أنها أنقذته بل بالعكس بتطلب منه يردولها الخدمة دي بانه يروح يجيب يشمل عنقاء علشان تشوفه فعلا يواني تشي بيروح من غير تفكير في انه ده غلط وقتها كانت شونج يينج الشيطان بيحاول أن يعد من الحاجز السحري اللي حوالين يين علشان يقتلها بس مش بيعرف أبدا أول ما بيأخذ باله من يواني تشي بيقرب بيستخبه بسرعة وبيرابه من بعيد ساعتها يواني تشي كان الجرح اللي في إيده بينزف وأول ما بيقرب من الحاجز نقطة من دمه بتنزل وبتعدي من الحاجز فجأة هو نفسه بيتفاجئ بقوة كبيرة بتسحبه من جوه الحاجز فبيحاول أن يتمسك بالشجرة ساعتها تشو يينجي بيتدخله بيرمي السلاح بتاعه ناحية يواني تشي اللي في لحظة بيعد من الحاجز لأنه بيمتلك قوة سحرية في دمه بتخليه هو الوحيد اللي يعبره من أي حاجز سحري مهما كان المهم أنه في اللحظة دي كل القوة الروحية للعنقاء يين بتنتقل ليواني تشي من غير ما يحاول يمتصها ولا أي حاجة ما كانش عارف أنه يهرب أو يبعد القوة دي عنه لغاية ما جوه الروحيين كله بين دمك في جسمه بتحصل موجة انفجار كبيرة ساعتها بتخلي الملكة وكل الضيوف يجو بسرعة وفنجيوان كانت مصدومة من اللي شافته وأنه روح بنتها اختفت فجأة وجوه الروحة مش موجود حتى لما بتدور في العوالم التالتة ما كانش له أي أصل ساعتها يواني تشي بيقولها على كل اللي حصل بس محدش بيصدق أنه كان فيه شيطان دخل الجبل ويواني تشي بيبل أي عقاب تقول عليه ساعتها بيظهر المعلم دونج هو بيتفق مع فنجيوان على أنها تسامح يواني تشي في مقابل أنه يديها برج الأرواح اللي له القوة السحرية علشان يساعد روحيين إنها ترجع ويواني تشي بقى بيروح لجسر السحري بين العوالم ويطلب من جنية إنها تساعده إن يراجع ليين قويتها تانى علشان تتجسد من جديد فعلا الجنية بتدي له جوها الروحيين بس بتقوله أنه لازم يدفع التمن واللي هيكون كرسة ومأساة في حياته لازم هو اللي يحلها يواني تشي بيوافق من غير تفكير علشان كان عاوز يصلح غلطته اللي ما كانتش مقصوده أصلا ومش عارف إن المأساة اللي هتحصل إنه في النهاية لازم يقتين بييده بعد الجنية بتنشر في العالم عشر رشات من العنقاء النارية يين واحدة منهم بتقع في جبل دازي تندمج في بيضة وحش الماء السحري وبعد عشر سنين كان يواني تشي عايش في الوادي المحرب كمان في هناك ومعمول حوالين الوادي حاجز من الطاقة بيمنعه من إنه يخرج يوم هاتشينج بيجي يزوره وجايبله مشروب سحري علشان يزود قوته السحرية وبيقعد معه شوية يسليه بس فجأة زازت المشروب السحري بتوع منهم ولما بيروح يجيبها من النهر بيشوفوا البيضة السحرية اللي اندمجت معها ريش تين زمان ساعة هيوان تشي بياخد البيضة وبيرجع بيها البيت وبيستنى أنها تفقس علشان ياخد جوها الروح الوحش اللي جواها ويزود قوته الروحية وبيعدي يوم واتنين وشهر واتنين والبيضة زي معي مفيش عليها أي تغيير ولا كانتها تفقس دلوقتي خالص بس في ليلة هو أنام البيضة بيخرج منها كائن سحر صغير بيطير أول ما بيخرج بيروح على الكهف اللي كان فيه وهو بيضة وبيتطمن على بيضة تانية كانت معاه بس فجأة بيزر وحش الشطاني بيهجمه بيطرده في الوادي وكان هيقتله لولا أن يواني تشي بيظهر في الوقت المناسب وبينقذه بليل الكائن السحري بيشرب كل المشروب السحري بتاع يواني تشي فجأة بيتحاولوا بتظهريين لأن المشروب ده زود قوتة الروحية وخلها تظهر في هيئتها البشرية ويواني تشي لما بيصحى من النمو بيليها والدامو بتصدم بس لما بيشوفوا الجرس اللي كان ميلبسه في يد الكائن السحري بيعرف أنها هي بعدها هيئن بقى بتبدأ أنها تنتين منه وتعمل مع كل اللي كان بيعمله فيها ويا بيضر وبتفاجئ بيها محضرة قدر كبير مليان مية على النار وبتحط فيه كل الأعشاب السحرية علشان تحطه هو نفسه جواه بس يواني تشي بيعمل تعويزها تحاول النار لقطن ويئن بترمي عليه كل التعويز السحرية اللي كان محتفظ بيها اللي ما بيعرفوش يتعاملوا معاه بقى كانت الوحوش اللي جمعت حواليهم من كل مكان ويواني تشي بيضطر أنه يهرب هو ويين وعلشان يهربوا من الوحوش قبل ما تعجبهم بينطه من على المنحضر فجابت حبسه في حاج السحري عمل المعلم دونجوهوم بيت الوحش ويواني تشي ويين بتطبع عليها جابهدهم علامة الياشم يواني تشي بيكتشف أن العلامة دي بتاعة عقد الخدمة العليا يعني يين مش هتعرف أنها تأذي أبدا مهما حاولت وكمان مش هتعرف تابد عنه والمكان اللي هيكون موجود فيه لازم هي تكون معاه وكمان تنفذ أي حاجة يقول لها عليها تاني يوم يواني تشي بيلاي أن الحاجز اللي على الوادي اختفى خلاص فبيعرف أن أميرة العنقاء رجعت وعلشان كده المعلم عافى عنه واتاش واني تشي بيرجع بسرعة للمدرسة وكان فرحان علشان أخيراً اتحرر وهيقاب المعلم وزميله ساعتها كانتين معاه وبيرفض أنها تبعد عنه المعلم لما بيكتشف أنها وحش مائي بيديها من قوة الروحية اللي بيخليها تفضل في هيئتها البشرية على طول وبيتقاوى من الأول وكمان أساس قوار روحية بها سابت بيديهم هما الاثنين مخطوطين فيهم مهارة سحرية اسمها نور الأمر بيقولهم أنهم لازم يتضربوا عليها سواء فعرشان يتقنوها لازم يكونوا بيفكروا زي بعض وابل ما يروحوا يتضربوا ين بيتلاقي كل اللي في المدرسة مجهز اللها هدايا وبيقولولها أنهم عاليتها ساعة عين بتتأثر لأنها وحيدة وملاش حد ومن بعدها ويين كل اللي بتفكر فيه أنهم يتضربوا سواء على المهارة الجديدة بس يواني تشي كان رفض لغاية ما بتحدده أنه بالشكل ده مش هيارف يتقرب من هو تشو ولا أثبت لها قديه هو مميز وقت عيواني تشي بيقتنع وبيبدأ يتضرب معيين وفي الوقت ده كان هونجي عند بوابة الحياة والموب بيحاول أن يدخل للعالم التاني عشان يدور على أبو أمه ساعتها حارس البوابة بيمنعه وعميته بتيجي تحاول تقنعه نبعد عن البوابة بس هونجي كان مش متقبل منها أي نصيح لأنه كان شايف أنها سبب في موت أبو أمه وأنه وقت المعركة تخلت عنهم في الوقت ده كان الشيطان تشو يينج بإراهب اللي بيحصل من بعيد ولما بدرجع ليواني تشي ويين كانوا في الوادي اللي كان يواني تشي محبوس فيه قبل كده ويين لما بتلاقي يواني تشي نام بتروح على الكهف اللي فيه البيضة التانية الوحش المياه علشان تاخدها معاها تعتني بيها بس هونجي كان حس بيها ومشي وراها وبالصدفة بيوع منها بيضة وحش المياه ولما الاتنين بيجروا وراها علشان يلحقوها بلما تعمل على الجبل بيوصلوا لمقبرة سيف الروح ساعة هونجي مش بيخلي يينتقرب هي من المكان علشان ما تكونش في خطر السيف يهاجم بما أنها وحش المياه فجأة بعدما هونجي بياخد البيضة وبيحتفظ بيها بيلايه ظهر حواليه طاقة روحية كبيرة وبيعترب به المالك بتاعه وبيندمج معاه فجأة الأرض بتتزلزل وبيلهوا نفسهم في مكان تاني عند الشجر السحرية الأسطورية الغريب إن يشمل عنقاء الناري بيطير نحيط الشجرة وبانتص جزء من روح الأميرة العنقاء فبيعرفوا إن باقي أجزاء روحها في الأشجار السحرية اللي زي دي في العالم لما بيرجعوا للمعلم دونجوهو بيقولوله على اللحصل بيدلهم على مكان ثلاث شجرات دول بس اللي يعرفوا مكانهم إنما البقائين محتاجين من يواني تشي إن يدور عليهم بنفسه ماذا المعلم دونجوهو؟ بيهديهم حبوب سحرية تساعدهم في تعزيز قواهم الروحية وكمان بيدي ليواني تشي المظلة السحرية علشان تحمي الفترة اللي جاية لإن قوت الروحية مش كبيرة بالمستوى المطلوب مع وجود الختم اللي على روحه وتها المعلم دونجوهو بيدخل العزلة وبنتي اللي علم تاني بعد مقواء الروحية الضعفت تاني يوم كانت هو شو وصلت الجبل علشان تقابل المعلم وكانت عاوزة تستعير منه المظلة السحرية علشان تحمي بيها نفسها هي وبال عشرة من هجوم عشيرة النسر بس بتتفاجئ إنها جات متأخر وإن المظلة بقت بتاعة يواني تشي دلوقتي هو شو مش بتزعل كتير لإنها عارفة من يواني تشي لو طلبت منه حاجة مش هيرفض عشان هو فكرة إنها مديونالو ومعروف قديم وفعلا بتروح تتكلم معاه وبتقوله على اللي هي عاوزاه ساعة هيواني تشي كان هيديها المظلة في لحظيتها لو لإن يين وصلت في الوقت المناسب وبتمنعه من إن يدهالها لإنها عارفة إنه ضعيفة قوة الروحية ما قدرش يحمي بيها نفسه عشان كده المعلم دون جهود دهاله وقتها هيواني تشي بيعاقب يين عشان بتتدخل وبيعمل عليها تعويزة تخليها تجري في الساحة طول الليل وعند البوابة الحياة والموت كان هونج يي بيحاول إن يعد منها برضو والمرة دي بيتغلب على كل الحراس لغاية ما بيعد من البوابة بيحاول إن يسترجع سلاح أبو سحري من البحيرة السحرية بس تشو يينج بيدخل وبيسحل السلاح وبيخليه يطير نحيط التنين سلاس الرأس واللي بيكون حارس سجن الشياطين ومن حظ هونج يي إنه لما بيتتبع السلاح السحري وبيطير وراه كان وقتها بوابة السجن مفتوحة وبيعبر منها الشياطين وبيتسحب معاهم وبنتين للسجن السري اللي في زعيمة الشياطين في نفس الوقت فجاب يلاقي نفسه بتحاوض بقصان الشجرة السحرية اللي كانت بتحاول تقتله بس ليه بتظهر وبتحرره علشان تقتله هي وتاخد جوها الروح وتتحرر من السجن بس في اللحظة دي هونج يي بيسمع صوت أبوه من الرمح السحري هو بيقوله يتحامى في الشجرة السحرية لغاية ما تتعافج روحه فعلا هونج يي بيعمل كده ولما ليه بتطرده مش بتعرف تعبره الحاجز اللي حوالين الشجرة في الوقت اللي كانت عمته راحت عند بواب الجبل زيو اللي اختفى فيه هونج يي والتنين سلاس الرأس بيمنعها من الدخول وبيهاجمها لأن هونج يي ما كانش له أي أثر في الجبل والتنين بيفتكر إنها بتخداوه علشان تدخل تسرق من الطاقة الروحية وده بما إن المكان ده اللي كان بيتأمل فيه ملك الجنيات دي اخوان والد يواني تشي في نفس الوقت كان يواني تشي ويين وسطه عالم الشيطين ولأن الطاقة الشيطانية كانت كبيرة جدا في العالم ده ييم مش بتسيطر على نفسها وبتتحول لهية الوحش الماي بس يواني تشي بي الحاب بسرعة وبيعمل عليها تعويزة تمنعها من إنها تتحول لهية الوحش تاني لأن وحش الماي اختفى من العالم ويعتبر هي الوحيدة اللي باية ولو حد شفها يقبض عليها ويقتلها ساعتها بيظهر واحد من عشيرة التعلب وبياخدهم على القرية بتاعتهم ويقابلوا هونج وروب يقول لا على السبب اللي جابهم وأنه عاوز يروح عند الشجرة السحرية بس هونج وروب ترفض لبعد بيساعدها ويرجع هونج يي من جبل زيو ساعة هايواني تشي بيوافق وهو كده كده كان هيروح هناك لأن ده المكان التالت للشجرة البقية وهم في الطريق في الغابة بيتفاجئوا بهوشو فقية الطووس طائرة وبتوع فجأة على الأرض وبترجع على هيئتها البشرية ومجموعة من المحاربين كانوا بيترضوها وبيحصرها وبتقتلوا معاها أو لهم كانت تشوانج أميرة عشيرة النصور بتهاجم هوشو بتتهمها الناس سرعت منهم ريش الدم بالأزرع ساعة هايواني تشي بيظهر وبيحمي هوشو بالمظلة السحرية وبتضطر شوانج إنها تهرب بيعرف من هوشو بالحرب الدايرة بين عشرتها وبين عشرت النصور وأنهم بيحاولوا يقضى عليهم وهوشو بترجع مع هيواني تشي وبتمثل إنها تعبانة لغاية ما ييم بتروح تقبلها عشان بتطبية تعالج إصابتها ويا دوبييم بتخرج من الغرفة كانت هوشو عمل التعويزة السحرية على الباب بتخليين وهي رجع تلف في ماتها وما تعرفش توصل للغرفة اللي هم فيها أبدا كل ده عشان تستغل الفرصة وتقنع يواني تشي بإنه يديها المظلة السحرية لأنها عارفة أن يينها تمنقوا فكانت عاوزة تخلص منها وفعلا يواني تشي بيديها المظلة ده ما بيسمعين بتنادي عليه ومش عارفة تلاقيه بيسحبها بتعويزة العقد اللي بينهم وتاني يوم كان يواني تشي راح معيين عند بواب الجبل زيه والتنين السلاسي بيهاجمهم ساعة يواني تشي بيستنجب ببيبه لأفع الروحي المائي اللي بتصدق للتنين السلاسي وبيقوله على حقيقة يواني تشي فدراجون بيتحول هيئته البشرية وبيخدهم على بيته ولما يواني تشي بيسأله عن هونجي دراجون بيستخدم كل قوة السحرية في أنه يحدد مكانه بس مش بيلاقي له أي أثر في الجبل ساعة يواني تشي بيقوله إنه عايز يروح عند الشجر السحرية اللي شاكك إنها سجن الشياطين ومش أي حد بيعرف يدخل المكان ده ويخرج منه بالسهولة دي يواني تشي بيقناء دراجون إنه يساعد ويدخل السجن بس بيطلب منه خدمة ولما دراجون بيفتح بوابة السجنيين بتظهر وبتصمم إنها تروح مع يواني تشي ولما بدخل السجن كان اللي ينفعهم العباء السحرية الخفية بتاعة يواني تشي مش بتخلي أي من الأشجار الشيطانية تحس بيهم ولا تهجمهم ولما يواني تشي بيروح عند الشجرة بيلاقي جزء من روح الأميرة العنقاء فعلا فبيحفظه في الياشم بنعرف ساعتها إن الخدمة اللي دراجون طلبها منه إن يجيب له جوهر روح الشجرة السعرية وقلبها فبيبدأ يواني تشي استخلص جوهر روحها أما ينفع كانت شافة هونجي اللي كان ساعتها فائت التعلب الشيطاني ولما بتلاقيه مصاب بتعلقه أو الميواني تشي بيسحب الجوهر الروح للشجر حاجز الحمال اللي حوالها بيغتفي والأغصان الشيطانية بتهجمهم من كل اتجاه ومش بس كده دايواني تشي بيطلع فالة قوة الروحية ضعيفة ومش بيعرف يتغلب على الأغصان دي وبيقيدوه وكان هيموت ساعتين بتطير نحيته بعد ما بتحتفظ بهم جيه في غرفة التخزين السحرية اللي معاها في الكيس الصغير ده ولعباء الخفية بتتفعل وقتها لانها بتهتمد على القوى الروحية علشان تخفي اللي تحتها وبما ان يواني تشي قويته كانت ضعفة ما كانتش عارف يستقب بيها ويين هي اللي بتنقص حياته مع انه كرافد انها تيجي معاه بس هي حطته قدام الأمر الواقع وكانت غصب عنه المشكلة ان قوة عباية الإخفاء بتيجي والاثنين كانوا في خطر حقيقي والأغصان الشيطانية بتهجمهم وما بيحاولوا يوصلوا للبوابة وعشان يهربوا بيستخدموا مهارة ضوء الأمر ولما لين بيهجمهم سيف الروح اللي مع يواني تشي بيتفعل قوة الروحية وبيطير يقضى على الأغصان الشيطانية ويواني تشي بيضرب بي يواني تشي بيضربوا بيه ضربة واحدة بتصيب لين فجاء هونج بيخرج من غرفة التخزين وبيطير بيهم برا البوابة وبيخرجوا من السجن وساعتها يين بتتخانق مع يواني تشي لانها عرفت ان المظلة مش معاه وبرغم نصحيطة له اداها برضو لهو شو بعد ما بيرتاح شوي يين بتخرج تدور على هونج يين لغاية ما بتلاقيه في الغابة وبتعلجه بعد كم يوم كان يواني تشي ويين بيروح عند الشجر السحرية اللي في عشرة التعالب ولما يواني تشي بيحاول ان نجمع الجزء اللي باقي من روح الأميرة العنقاء فجاء بيظهر وو جي وبيهجمهمهم المالتنين ومش بيعرف يخرجوا من التشكيلة السحرية غير لما بيستخدموا مهارة ضوء الأمر ساعتها بيطلبوا من وو جين بيساعدهم بيستغلوا حبه القديم لملكة العنقاء ويواني تشي بيقولوا على سر اللي خلها تختفي وانها ما تخلتش عنه زي ما فاكر دي دخلت فعوزلة علشان أمنيتها بان العنقاء التانية تظهر قبل ما تموت علشان تعرف تعيش حياتها في سلام مع وو جي المعلومة دي ما كانش وو جي يعرفها ولما بتأكد ان الحقيقة بيسلم يواني تشي جزء روح العنقاء ساعتها يين بتطلب منه ان يستخدم قوة الروحية ويكسر العقدة أو الرابط اللي بينها هي ويواني تشي بس للأسف حتى وو جي مش بيعرفوا بيقولوا من الرابط اللي بينهم ده لحمايتهم هما الاثنين في الوقت اللي يواني تشي ويين بيروحوا المدينة وبيحاولوا يدخلوا بيت المزادات علشان يحصلوا على يشمي قديم مش بيعرفوا والحراس بيمنعوهم من الدخول لغاية ما هونج يي بيظهروا بيساعدوا منهم يدخلوا معاه يواني تشي كان عاوز يشمي عائلة الامبراطور الراحل تشين هوي اللي كان بيحرص جبل جويشو من سنين طويلة بس لما مات في الحرب ما تبقاش من عائلته غير بنته اللي بقالها أكتر من 200 سنة ما خرجتش من الجبل وبتحميه ويواني تشي كان عاوز يشمي العائلة علشان يدهولها في مقابل خدمة بس علشان ياخد اليشم كان لازم يتراهن مع صاحبة المكان ولو فاز عليها هياخد اليشم وللأسف هي اللي بتتغلب عليه في النهاية بس بتوافق إنها تديله ليشمي من غير أي مقابل لما هونج يي بيقولها الحية بعدها بتعرض فطر سحري ويواني تشي بيلعب علشان يفوز به والفطر السحري ده اللي هو شو محتاجه علشان تعالج أبوها وعشرتها فجعل ما يواني تشي بيفوز به بتظهر شوانجو بتحاول إنها تاخده وبتقاتل معاه وقتها هونج يي بيحل الموضوع بالسحر لما بيسحر شوانجو بيخليها تنفس كل أوامره من مجرد نظرة واحدة وقتها ييم بتحبس شوانج معاه في غرفة التخزين وبيمشو ليم بقى كانت خرجت من السجن وبتروح على أصر ليم مو القديم بس بتتفاجئ إنه لسه بيفكر في هونج رو لأنه بيحبها بنعرف إن ليم من البداية كانت غيرانة منهم لأنها كانت بتحبه هو وعاوزة تكمل حياتها معاه ولما مش بتلاقي أمل بتحاول لشيطانه بتتل أخو هونج رو وزوجته بتحاول تقتلها بس والدة يواني تشي كانت ادخلت في الوقت المناسب وحباستها في السجن الأبدي حاليا بقى كان يواني تشي ويين وهونج يي في الصحر ووصلوا عند الشجر السحرية بيدوروا على جزء من روح أميرة العنقاء ولما بيحاولوا إنهم يخدوا جزء الروح ده بتظهر واحدة بتهجمهم فجأة بيكتشفوا نديتي بقى تشين مين الأميرة السابقة اللي بتحمي جبل جويشو عشان يواني تشي يقناع إنهم ما يتقتلوش بيهديها يشمي أبوها الإمبراطور وتشين مين أول ما بتشوفه بتفرح جداً وبتسيبهم يكملوا مهمتهم وبتمشي ساعتها تشين بتروح عند التسكار الحجر اللي أبوها وبتحط الياشمة فيه فلحظتها بتتفجر قوة وطاقة شيطانية بتهاجم الكل وبتحبسه في قبة من الطاقة الشيطانية مش بيعرف يخرجوا منها يواني تشي ويين وهونج يي وشوانج بتقتلوا مع الشياطين لغاية ما بيقتلوهم ولما شوانج بتطير في السمع علشان تشوف مصدر الطاقة دي ساعة الشياطين بيهاجموه وبيوقعوه على الأرض وبتقتلوا معاهم ما كانش قدامهم الأربعة غير النوم بتقتلوا معاهم يحاولوا تصدلهم بقواهم الروحية وبيعملوا تشكيلة العناصر الخامسة بس الشيطان كانت قوته كبيرة جداً وبيكسر التشكيلة بتاعتهم وكما بياخد يين رهينة وبيهدد بعتلاها لو يواني تشي ما سلمهمش ياشم العنقاء ساعة هايواني تشي بيوفي يسلمه له بس لما بيقرب منه الشيطان بيجي ياخد اليشم مش بيعرف لأن كان فيه ختم سحر عليه بيمنع أي حد غير يواني تشي من أن يسلمه ساعة هايواني تشي بيستغل الفرصة وبيهاجم الشياطين وأصحابه بيدعمه بقوامه الخرقة وفجأة لما بيطصاب سيف الروح بيزر وبيضرب بيضرب واحدة بتقضي على كل الشياطين وبتضمر الطاقة الشيطانية اللي كانت محصرهم بعدها هونجي كان بيحاولوا أن يقنعين أنها تاخد حبة سحرية تساعدها على أنها تستعيد قوها الروحية بس سيواني تشي بالحاب لما تاخدها منه وبتشف لها أن الحبة دي لو كانت أخدتها وبتشف لها أن الحبة دي لو كانت أخدتها كانت هتبقى تحت رحمة هونجي وكان يتحكم فيها بلوقتي اللي كانت لين بتعاني من فقدان قوى الشيطانية وبتخطط أنها تقتل هونجي علشان تاخد جوها الروح وترجع قوية تانية بس فرات دا كان هونجي راح يقابل عمته اللي بتكتشف أنه مصاب بظهرة القتل الشيطانية ولما بتلاقيه رافض يرجع معاها ولسه بيعندها وبيلومها إنها هي اللي تسببت في قتل أبوه وأمه بتقيده بقوها السحرية وبتديله نص قوها الروحية علشان تحميه بتعمل أسورة سحرية في إيده وبتنل زهرة القتل النفسه علشان تضمن أنه يكون بخير وبعد ما بيمشي هو مش عارف اللي عملته علشانه لين بتهجمه كانت هتقتله بس بتتفاجئ أنه بأمانية وظهرة القتل اختفت من جنبه وهي اللي بتتصاب أكتر في الوقت ده فوقتها بتقرر نها تقتل هونج ورو أما هونج ييفا بيروح مع يواني تشي ولإنه كانت بتستخدم قوها الروحية في أنها تعليقهم كل شوية بقت ضعيفة جدا والعلاج الوحيد لها علشان ترتقي بقوطها الروحية المستوى أعلى وتكون أقوى وهو عجبة سحرية نادرة جدا وبعد ما كان يواني تشي بيفكر في أنه يروح يدور عليها هي بيكتشف أنها أصلا موجودة في المدرسة وهتكون جايزة المسابعة اللي جاية بيقرر أن يشارك فيها علشان يفوز بالعجبة السحري وفلات اللي كان فينج أمير عشيرة العنقاء بيتكلم مع الشيخ العشيرة وبيحاول يقنعه أن يخليه هو الملك علشان يحمل عشيرة وكمان مش عارفين روح الأميرة العنقاء ترجع إمتى شيخ العشيرة بيرفورد وساعتها فينج بيشوف الشرطان شونج وايب بعيد بيرقبه فبروح يشوفوا إيه اللي جابه هنا ساعتها شونج بيسلمه وسطة الحياة وبيتفق معها لأنه يستخدمها في البحث عن روح فينجي ويقضي عليه علشان يبقى هو الملك لأن الشياطين من مصلحته من العنقاء ما تظهر شي تاني في يوم المسابعة لكله بيتفاجأ أنه يواني تشي بيشارك وكانت المسابعة بارعا أنه كل واحد ياخد ريشة من طر البرق السحري ساعتها كلهم بيترضوه في السماء بس هو كان بيسعقهم واحد وراء الثاني ولما يواني تشي بيحاول أن يتمسك بالطائر وياخد منه ريشة مش بيعرف والطائر بيسعقه مرة واثنين وهم يتمسك برجله ومش بيسيبه أبدا فجأ سماء بتتملي غيوم والبرق بيدرب يواني تشيويين مش بتعرف توقف تتفرج عليه وهو في خطأ فبتساعده لغاية ما قوار روحية بتضعف والبرق كان هيدربها هي بس يواني تشي بيحميها وبياخدوا الضربة بدلها وبيقع على الأرض هو اللي بيفوز بالمسابعة ويين بتتفاجئ بيه بعدها بيديها العجب السحر اللي هيحسن قوار روحية وبتعرف أنه عمل كل ده علشانها في الوقت اللي بني اكتشف أنه هو شو مش أميرة عادية دي كلها مؤامرات وشر اكتشفنا أنها بتخطط تلعب بيواني تشي وتستغل حبه لها في أنها تحتفظ بالمظالة السحرية أطول فترة ممكنة وكمان بتخطع لام فينج علشان تستغل منصبه وتخليه سعيدها بطريقة غير مباشرة بعد علام ما هو شو هو كانت معلام فينجي بيعترف لها بحبه يين بتشوفها وبتروح تتخانق معها وبتقولها أنها تقول الحقيقة ليواني تشي لأنها بتستغلها علشان تحتفظ بالمظالة ساعتها هو شو بتسحرها وبتعمل عليها تعويزة تخليها تفقد ذاكرتها ولما بتحاول أنها تقول الحقيقة ليواني تشي مش بتفكر اللي حصل بالزبط هو شو بتتهمها أنها بتعمل مشكلة بينهم وخلاص بيكتشف بعدها أنه هو شو كانت أخطر من اليبان عليها لما بتروح ساحة المعركة وبتحمي كل عشريتها بالمظالة السحرية وتبدأ تقتل في عشريت النصور واحد واحد بكل قلب بارد ولما شوانجي بتلاقي كده بتستسلم هي وعشريتها علشان ما حدش يموت تالي وبعد معانية الحرب شي وشان بيقترع على يواني تشي أنه يعرض على هو شي الجواز ومع أنه المفروض أنه بيحبها لأنه كان متوتر جدا وما كانش متشجع أبدا لأنه حس في الفترة الأخيرة أنه بيحبيين بجد مشكلة أنه أول ما يعفو حبيين هتبدأ مأساته اللي توعد بيها من سنين بس كان لازم أنه يوافع على اقتراح المعلم وبياخد التاج المتقلق أسماً كنزي في الجبل وبيروح علشان يقابل هو شو وأبوها الملك ويطلبها للجواز بس لما بيوصل هناك مش بيقدر أنه يتكلم ولا كلمة بخصوص الجواز لأنه ما كانش مرتاح وبطلب منه بالمظالة السحرية تاني لما أنه منه الحرب ساعة الملك بيقوله أنه هو شو تعبانة من وقت المعركة وفي العزلة وأنها أول ما هتخرج هتقابله ساعتها يواني تشي بيقرر أنه يستنى لغاية ما يقبلها ويستعيد المظالة في الوقت أن الملك كان عارف من صاحب يواني تشي بالسبب الحقيقي لزيارتهم وكمان بيأخد منه التاج المتلائل وبيحاول يقنع هو شو بتجواز من يواني تشي لغريب أنه هو شو ما كانتش أصلاً شايفة يواني تشي ولا حباء يكانت بتستغله بس غير كده كانت شايفة أنه ضعيف ومش هيكونه الشخص القوي اللي بتحلم ترتبط به لأنها مخططة أنه جوزها هيكون هو الإمبراطور نفسه ساعة أبوه بفكر أنه لو رجعت المظلة اللي يواني تشي بتعرف حقيقة الخدع اللي عملوها في الحرب مع عشيرة النصور كل ده هينتهي والدنيا هتتقلب عليهم علشان هيتعرف أنهم الظالمين مش العكس في الوقت أنها كانت يم مع هونجي على الجبل لما بيلاو شوانجي بتقاتل مع مجموعة من جنود عشيرة الطاووس والد تشوانج وعدك كبير من كبار عشرتها بسرعة بيروحوا لعشيرة الطاووس وقتها كان يواني تشي اكتشف الحقيقة بالصدفة وبتأكد من الكلام اللي كانت يم بتقوله أنه هو شو كان أنه هو شو كانت مع حد تاني في المعرجان بيقرر أنه يتراجع ويأخذ المظلة ويرجع الجبل بس بيتفاجئ أنه صاحبه سبق وأهدت تاج لوالد هو شو وقال له على عرض الجواز في يوم الاحتفال بعيد ميلاده يواني تشي بيقوله أنه عاوز يستعيد التاج وأنه يسيب لهم المظلة كان ربز من تنين أنها سبق وساعدته وقتها الكل بتصدمه بوشو مش بتعرف تلاي رد ساعتها كانتين وصلت هي وشوانج وهونج إي وبينادوا على يواني تشي علشان يؤمر بفتح الحاجز حوالين الجزيرة علشان يدخلوه وقتها بيقوله الحقيقة قدام الكل وأن عشيرة النسر بش غزازة بل كل فاكرين بل بالعكس شوانج بتستغل وجود الامبراطور الامبراطور بيوافق وطبعا محدش بيقدر يقول كلمة اعتراض بس يواني تشي ساعتها بيطلب من والد هوشون يزود الهدنة بين العشرتين من عشر سنين لمئة سنة ولما الملك بيرفض في الأول يواني تشي بيهدده بسيف الروح وبيقوله أنه وقت ما الهدنة تخلص بعد العشر سنين هو هو جبل ديزي هيوفو جنب عشيرة النصر ويحموها في أي حرب تدخلها ساعتها الملك بيفكر تاني في الكلام وبيوافق على الهدنة مئة سنة بطريهم للجبل بعدها هونج يي بيقول ليواني تشي أنه عارف مكان شجر سحرية تانية بس موجودة في عالم تاني والطراءة الوحيدة علشان يوصلوا لها من خلال نفأ سري لازم شيويان هو اللي يسعدهم ويوصلهم له ولما وصلوا للمدينة بيروحوا يقابلوا الملك بس الحارس بيقولهم أنهم علشان يقابلوا الملك لازم يستنوا لأول يوم في الشهر أما بقى لو كانوا مستعجرين فلازم يروحوا البرج الأغلى في المدينة ويستنوا هناك وقتها شيويان بيظهر وبيسأل ليواني تشي إذا كان جاي قبله ولا يتحداه شيويان كان غامض ويتمتع بقوة غريبة جدا وكان مهتم بيين من أول ما شفها وحاولت أنها تعالجوا وبرجع لها قويتها الروحية وبطلب منهم أنهم لو كانوا عاوزين يستنوا في البرج لازم يجبولوا الحجر اللوحي السلاسي ما كانش قدامهم غير النوم يوافقوا ولما بيجوا خارجين شيويان بيهاجم بقوة شيطانية يين وهي ماشية من ظهرها بس قوة مش بتأثر فيها تلاتة بيبدوا يدوروا في العالم على أي أدلة توصلهم للحجر السلاسي وما في الطريب يستدعوا شوانج من الحجر اللي كانت سايبها معاهم ولما شوانج بتظهر بتستخدم قوتها كنسر روحي وبطير في الجو والدور على الحجر السلاسي لغاية ما بتلاقيه وبتحدد مكانه لما بيروحوا المكان بيلاوا أن الحجر موجود في حاجز من الطاقة في النهر ومن حظهم أن أهل القرية كان وقتها بيعملوا تقص التطحية ببنت صغيرة كعروس للتنين علشان يحميهم والنهر ما يحصلش فيه فائضان ساعتها يين بتتنكر على أنها العروس التطحية وتتسحف جوه الحاجز ساعتها يوانج شيبي فعل العقد أو الرابب بينهم وبنتين وراها جوه الكاف تحت النهر كان لابس عباية الإخفاء علشان ما يتكشفش بس بيظهر لها التنين دراجون اللي كان عامل الفخ ده وبيستخدم الحجر السلاسي في أنه يزود قوة الروحية علشان يبعت النين أقوى ويحكم العالم يوانج شيبي استنى للحظة المناسبة بيهاجم دراجون فاكره أنه يتغلب عليه بس بيتفاجئ أنه تصدى لهجمته وبيحبس يين في حاجز من الطاقة الغريبة اللي بيضع في قوتها الروحية وبيبدأ دراجون في أن يمتص قوتها الروحية ويوانج شيبي حاول أن يكسر الحاجز ويحررها بس ما كانت عارف أبدا وقاتى دراجون كان خلاص بيسحب جوها الروحة يوانج شي جرح ودمه لما نزل على نص صف الروح فعل قوته الكبيرة وبدربة منه ضمر الحاجز وحرر يين واخد جوها الروحة من دراجون ورجعه لها تاني ساعة دراجون بيتحاول التنين كامل وقوي جدا وضخط وبيعجمهم بمتص قواهم الروحية بس في اللحظة دي الحاجز اللي على النهر بيختفي وشوانج وهونج يي بيقدروا يدخل الكهف وبيساعدوا يوانج شيويين في الوقت المناسب بيحرروا من التنين وبيعملوا هما الأربعة تشكيلة سحرية فوق التنين ويقتلوا بيها وساعتها يوانج شي بيكتشف ان الرابط اللي بينه وبينيين اتقطع خلاص واللي كان مخلي يين متأكدة من كده انها بدأت تحس انها بتحبه فعلا لان العقد اللي كان الرابط بينهم كان بيمنعها تحس او تعمل اي حاجة وما يمراش بيها في الوقت اللي كانت هونج رو راح تتأمل وتمتص قوة روحية تعالج بيها نفسها لان تأثير الظهر القتلة بدأ يأثر عليها ساعتها لين بتعجمها وبتحاول تقتلها وتتقاتل معها وهون جروب تستخدم قوة روحية كسعلة في انها تسيطر على لين بس بتفقد كل قوار روحية وبتوها على الأرض في الوقت اللي كانوا رجعوا في المدينة وبيستعدوا للمهمة اللي بعد كده لما فجأة الحجر السلاسي اللي شافوا العذاب على ما عرفوا ياخدوه بيوع من يوانج شي وبيمشوا يدور عليه في كل مكان ساعتها بيلاقي بنت جبيلة بتتحكم فيهم بيكتشفوا انها هي حجر الحياة السلاسية وعشان تساعدهم بتطلب منهم يكملوا مهمة خاصة بيها الأول تربط خيط أحمر فيه فاكهة سحرية على ايد كل واحد منهم الفكرة كانت في انهم يتصرفوا كأحباء لمدة يوم واحد علشان كل مشاعر الحب والغير اللي يحسوا بيها تأثر على الفاكهة السحرية وهي بتجمع المشاعر دي علشان تديها قوة روحية يين في خلال اليوم اكتشفت ان الفاكهة السحرية على معصامها بتكبر فبتأكد انها بتحب يوانج شي اما شوانج فبتنصح هونجي انه يعامل عمته احسن من كده لانها بالتأكيد كانت بتحميه هونج رو كانت في الوقت ده تعافل بس نكتشف انها مش هونج رو الحقيقية وانها لين اتنكرت في شكل هونج رو علشان تتقرب من لان على يوانج شي والباقيين بيعرفوا من حجر الحياة ان الشياو شان بيتعاقب بعقوبة البر فبيرجعوا المملكة بسرعة وبيلقوا فعلا على المنصة بيضرب بصوت البر علشان وعف حب بنت من البشر وبما ان قوانين الجنيات بتمنع ده فكان لازم يتعاقل ساعتين بتدفع عنه هي ويواني تشي وبياخدوا العقوبة معاه علشان يحموه من الموت بس شي وشان مش بيقدر يشوفهم بيتعذبوا بسبب فبيبعدهم كلهم من المنصة وبياخد هو العقاب لوحده لغاية مكان ما بين الحياة والموت ساعتها هونجي بيرجع العشيرة وبطلب من عمته واجب الروح علشان يعالج به شي وشان ما كانش يعرف ان دي مش عمته اصلا وبتصدم لما بيلايب ترفض تدهوله وتامينجي بيتدخل وبيسلمهم كنزو روح بيقدر ان يعالج شي وشان بس علشان يدفع القوة الكنز ده والشيا ويان يفوق لازم نوم يدخلوا العوالم التانية ويدوروا على روحه الاول ويساعدوها انها ترجع جسمه فبيبدأوا التشكيل السحرية ساعتها هونجي بيستغل الظروف وبيرمي بزوره لغصان الشيطانية في كل مكان محدش واخد باله ان دي خططه مع الشيطين اصلا هو اللي بلغ عن شي وشان في الاصل بتسبب في المحنة دي شوانجو هونجي بيلاقوا روح شي وشان على الجسر بين العوالم بدور على البنت اللي بيحبها فلما بيحاولوا انهم يرجعوا معاهم بيظهر الملك العالم السفلي وبيمتصوا جزء من روحهم وبتردهم من علامهم من غير شي وشان وتع يواني تشي ويين بيقرر نوم يلقوا الحجر الحياة علشان تسعيده والشيا ويين بيدي ليواني تشي الرمز الخاص اللي يقدمه الملك العالم السفلي علشان يخليه يوافق على طلبه والتالي ملك بيطلب من يواني تشي مقابل ونصه روح يين بس يواني تشي بيرفض ولما بيرجعوا الجبل بتيجي فين جران وبتعالج شي وشان بحبوب سحرية من عشرة العنقاء ولما بتشوف يين بتكلم مع يواني تشي وبتحاول انها تفاهمه الحقيقة ونروع في حبها بجدة يتسبب في محنة كبيرة ومأساة مش هيعرف تحملها وهتضر لعالم كله سوى ما كانش مسدقها ساعتها فين جران مش بتستسلم وبتخد عيين بانها بتقوله على فكهة سحرية هي اللي هتعالج شي وشان ساعتها يين مش بتتردد في انها تروح تجيب الفكهة دي حتى بعدما بتعرف المخاطر اللي ممكن تتعرض لها وبترح مع فين جران على الوادي وبتعبر حاجز الطاقة وبتحول لحالة الوحش علشان تقدر تطير وتوصل للفكهة السحرية ساعتها فين جران بتعمل عليها تعويزة تخليها تقعب بعدما تفقد توازنها بس من حصن حظانها كانت قدرت تحصل على الفكهة السحرية وبتتمسك بغصنة على حفة الجبل بهيئتها البشرية ده في نفس الوقت اللي كان يواني تشي حصلناها في خطر وامي دور عليها وبرضو في الوقت اللي كان المعلم بتاعه انقذين لانه كان بيراب فين جران وعارف انها مش ناوية على خير ساعتها بيوصل يواني تشي وبيحاول ان يفوقيين بس مش بيعرف فبيعمل عليها علامة سحرية عشان لو تعرضت لخطر في اي وقت ويحس بيها ويحميها وبعدما يواني تشي بيمشي المعلم ما كانش قاله ان فين جران هي اللي عرضتها للخطر كان فاهمه انها جاد تساعدها تحصل على الفكهة المهم ان المعلم بيتفق مع فين جران علشان يحمي يواني تشي بعد ما شافقت ديه ومتعلق بيين وبيحباه وممكن تكون هي السبب في موتو بيدي اسلح سحري وبيقولها ان الامميين تتعرض للدور خارج منه بعدما تتصاب بالسيف الروح مشاعرها ليواني تشي هتختفي ودي الطريقة الوحيدة انهم يفروا بينهم علشان يحفظوا على حياتهم مع العالم تفتكروا بقى ايه اللي ممكن يحصل ليين وازاي هتتصاب بسيف الروح ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية لو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش دعمنا باللايك والشيل للفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان نوصلكم اشعار بكل جديد بنامله